في إطار اجتماعه الأسبوعي الدوري والذي ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وجه سمو ولي عهد الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة التهنئة والتبركات إلى الأمة الإسلامية وإلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها وشعبها وإلى موظفي حكومة الشارقة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك المجلس أصدر خلال جلسته القرار رقم عشر لسنة 2019 بشأن اللجنة العليا لتهيئة الشارقة للانضمام للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن كما أصدر المجلس أيضا القرار رقم 11 لسنة 2019 بشأن ضوابط تطبيق الترقيات على نظام الأطباء والصيادلة وفني الطب كما ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة المقترحات الاستراتيجية لتطوير التنمية الزراعية والثروة الحيوانية في الإمارة حيث استعرض سعادة سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية الاستراتيجية المقترحة مشيرا إلى حرص الدائرة على النهوض بتلك القطاعات وتهيئة البيئة الزراعية عبر التخطيط الشامل لتحقيق الاستدامة والارتقاء بالموارد المساندة ختاما وضمن ما استجد على أعمال الجلسة اطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مناقشة سياسة دائرة طيران المدني في الإمارة ترجمة نانسي قنقر